ضاغط الهواء هو جهاز يستخدم لتخزين كمية محددة من الهواء المضغوط بشكل مستمر داخل الخزان بحيث يبقى الهواء مخزن إلى حين أن يتم استخدامه سنرى مبدأ عمله وبعض خصائصه المختلفة هناك أنواع مختلفة من ضاغط الهواء وأشهرها الضاغط المكبسي أو Reciplicating Compressor ويكون فيه محرك كهربائي يزود المكبس بالحركة الدورانية التي يحتاجها لإتمام دورة العمل فيعتمد المكبس مبدأ العمل التالي عندما يتحرك المكبس للأسفل يؤدي ذلك إلى انخفاض الضغط داخل الحجر فيفتح صمام السحب سامحا للهواء بالدخول إلى الحجرة بعد أن تم تصفيته عن طريق مصفاة الهواء وعندما يتحرك إلى الأعلى يؤدي ذلك إلى انضغاط الهواء فيقل حجمه وترتفع درجة حرارته وعندما يصل الضغط إلى حد معين يفتح صمام طرد سامحا للهواء المضغوط بالخروج إلى الخزان عن طريق الأنبوب هذه الطريقة تسمى أحادية المرحلة وتنتج ضغط يصل إلى 9 بار مناسب للإستخدامات والأدوات الصغيرة لكن من مساوئها ارتفاع درجة حرارة المكبس والهواء بشكل كبير الذي يشكل خطر في حال حدث تلامس زيت أو مواد تشحيم لهذه الأجزاء الحارة لذلك للوصول إلى ضغط أعلى لا بد من استخدام ضغط دون مكبسين يسمى ثناء المرحلة ويتكون من مكبسين الأول يضغط الهواء بالمرحلة الأولى ويرسده إلى المكبس الثاني الذي يكون عادة أصغر بالحجم من المكبس الأول ومن ثم يقوم المكبس الثاني بضغط الهواء مرة أخرى بعد أن تم تبريده عند مروره بالأنبوب يصل الضغط الهواء الخارج في الضغط ثناء المرحلة إلى 12 بار وهو مناسب للمعدات الأكبر والتي تحتاج إلى ضغط أكثر إذا أردنا الحصول على ضغط أعلى من ذلك سنستخدم ضغط متعدد المراحل والذي قد يحتاج إلى دور التبريد بالماء للتخلص من الحرارة العالية استخدامات ضغط الهواء كثيرة فمنها استنظيف بمضخات الماء التي تعمل على الهواء المضغوط ونفخ الإطارات وفي الطلاق وفي تشغيل المعدات المختلفة في الورشات من آلات الثقب والتدوير والفج وفي المكابح التي تعمل على ضغط الهواء والعديد من الاستخدامات الأخرى هذا كل شيء أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك ليصلكم المزيد شكرا